ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أمل أن تكونوا قد ضغطتم على زر الترجمة أولا على صعيد المتابعة 150 شخصا يتابعون مداولاتنا على الشبكة نشكر كافة المشاركين نحن اليوم سوف نستعرض الرحلة التي خضناها منذ سنتين ونحن كنا قد استمعنا إلى أصوات المتعاملين معنا على الأصعدة الدولية والإقليمية والمحلية حسناً وأواصل وأعتذر بسبب هذا التوقف التقني على أي حال نحن نلتزم بالمرامي التي وضعناها مع مشركائنا توصلاً إلى تسوية المشاكل التي تعترض سبيلنا وتسوية للطوارئ والإشكاليات التي نصادفها وبالواقع هذه المجموعة قد أسست منذ عشرين عاماً وكانت رحلة ممتعة للغاية وحافلة بالمستجدات وكان علينا التحقق من تحكمنا بالأمور في مقاربة متنصقة لكي نتناول الطوارئ وهذا ما أفلحنا به حتى الآن فأنا أحينكم إلى ما كان قد استلفت أنظاري منذ أشهر قليلة بعد الواقعة التي ألمت بفلسطين ولسيما ألم بهذه المنطقة في شهر أكتوبر المنصر أربعة آلاف وخمسمائة متابع قد التحقوا بنا لكي نتداول بيئة الأمور في اليوم الأول وذلك لكي نتصرف ونستخدم الوسائل المتاحة لنا ما هي المسئوليات المسندة إلى كل منا وما هي القنوات التي قد تستخدم توصلا إلى ردود أفضل وكيف بوسع مجموعتنا أن تساندنا في هذا الصدد وبالواقع إن الأوضاع العالمية لم تتحسن فالطوارئ في طور تزايد والطوارئ المبددة الأجل ما زالت تصادفنا وتعترض سبيلنا علما بأن الميزانيات تتقلص ولابد لنا من حسن التنصيق وجمع مواردنا والتفاعل مع الأمور وكل ذلك ما يسند إلينا من مهام المجموعة اللوجستية ومنذ سنتين قد شرعنا برحلة كي نتمكن من رأب بعض التصدعات التي نواجهها بحيث أنه تعين علينا رفع الأصوات الميدانية فهناك مستخدمون ميداناً ومستخدمون في المقر ولابد لنا من التحقق من أن الأصوات لا تعكس ما يدور في المقر فحسب بل على كافة المستويات الميدانية والقطرية ونحن نعمل مع كافة المناصقين الميدانيين وذلك رغبة من بجمع هذه المناقشات وهذا التحاور لانتهاج الاستراتيجيات الملائمة الملبية لرغباتكم وفي شهر يونيو من العام 2023 قمنا بممارسات وتمارين مبسطة للغاية فتسألنا هل نقوم بالأشياء المتوخات وهل نتصرف بطريقة صائبة وكان ذلك من المسائل المهمة فهل نتفاعل بصورة جيدة مع ما هو ملقى على اقتقنا من مهام وفي شهر يونيو من العام 2023 استخدمنا ثلاثة عدسات أو ثلاثة عدسات العدسة الأولى هي الآتية هل أن الأولويات التي حددناها تلبي رغبات المعنيين نحن نتحدث عن واجبات والتزامات فهل نحن نتفاعل مع تبويبنا للاحتياجات وهل نساند الجماعات هذه هي العدسة الأولى العدسة الثانية هل ما نقوم به يساند الميدان العدسة الثالثة كانت ترتبط بالتماشي مع كافة الخدمات المتوخات والمستقاط من قيمنا المحددة للسنوات الأربع وهذه هي الخطوة الأولى وهذا ما هو مهم إذ أننا نأتي من مصدر معين فعلى ما نقوم به أن يتماشى تماما مع احتياجات الميدان وإذما عدنا أدراجنا إلى الشريحة التالية فهذا ما يعود بنا زمنا إلى شهر يونيو من العام 2023 وآن ذاك كان الاجتماع حضوريا ويرتكز على المتواجدين في المقر أما مشاركة الميدانيين فكانت ضئيلة ولذا في شهر دوفمبر قد سلكنا مسلكا مختلفا وكنا رائدين في نهج مختلف تماما تحققا من أن كافة المناقشات الميدانية ترفع إلى المقر واختبرنا هذا النهج وكانت النتائج مستحسنة للغاية وتعين علينا أن نتحقق من أن التحاور الميداني لشهر نوفمبر سوف يرقى به لكي يرسخ في اجتماعات المجموعة وكان زملائنا في المقر في شهر مايو وبالتحديد في المقر في روما قد جمعوا كل ما صدر عن الأقاليم وواصلنا المناقشات وتقديم الحلول وكذلك تبادل فضل الممارسات ورفع التحديات توصلا إلى حلول متكيفة مع المشاكل التي نصادفها وأنا نقوم بمراجعة للنموذج الهاجين حيث أننا أدرجنا كافة التعقبات الصادرة عنكم وهذا ما يطال 350 شخصا قد سجلوا أسماءهم لمتابعة هذا الحدث وهذا ما هو هائل للغاية في العام المنصر كنا قد عولنا على إحدى عشر حديثا والآن إثني عشر ففي هذا المقام سوف نفسر لكم ما هي علة وجود هذه الرحلة فلابد لنا من إذكاء هذا التحور المقترن بإبلاغ كل شخص مننا بالمسببات والطرائق والأماط المعتمدة والآن ميري سوف تحدثنا عن ما هي هذا النموذج الهاجين وبذلك ننتقل إلى المتحدثة أولا يسرني أن أكون من أو في عداد المتابعين لهذا الاجتماع الشبكي فأتعرف إلى زملاء قدامى وجدد وأوجه جديدة هم قادمون من العالم قاطبة وظمني هو الآتي أنا كنت أريد أن أتحدث عما سوف نقوم به خلال الأسبوع القليلة المقبلة الاحتفال بتناوع المعارات والخبرات فهذا التنوع سوف يفضي إلى الابتكارات والاستحداث المتوخين فما قمنا به في شهر نوفمبر الفائت هو كناية عن اقتضاب للمناقشات والمدولات فقد ساورنا قلق للفارق الكامل ما بين النقاش النظري من جهة وما يدور على المستوى الميداني من جهة أخرى وكان علينا أن نتواصل ونربط أقوالنا بأعمالنا الميدانية رفعا للتحديات المعترضة لسبيلنا وهذا ما قمنا به في العام الفائت فكنا قمنا باجتماع الشبكي هذا في شهر نوفمبر فحينا الاستراتيجية المنتهجة وفي اليوم نفسه في شهر نوفمبر كنا أيضا خذنا مناقشات شخصية وآمل أن نحافظ على المتفاعلين معنا نفسهم لمواصلة هذه الرحلة كما أننا أيضا عملنا على منصة جامعية مع عدد من الجامعيين وذلك تبينا لاستخلاص العبر وتمكنا من رسم موازات فيها النهج التي سلكت في العام الفائت كنا قد تطرقنا إلى تحديات واحتياجات مختلفة ومتباينة وضرورة تبويب الأولويات فليس من الممكن أن نقوم بكافة المهام الملقاة على عاطقنا في وقت زمني محدد ولذا فكان علينا تبويب الأولويات بالأهمية أو حسب اعتبارات خاصة بالأهمية أولا التعاون المناصرة التعامل مع القطاع الخاص وكان علينا أن نأخذ بالحسبان الاحتياجات المحلية السياقية ومن ثم جمعنا كافة هذه المعلومات ومن ثم كنا قد رفعنا كافة هذه المعطيات إلى الاجتماع العالمي الذي التعم في شهر مايو الفائت وهو اجتماع حضوري وكنا قد استعرضنا الأمور بدقة وتعاملنا مع 43 منظمة ممثلة وكنا قد تناولنا المسائل المطروحة على بساطة البحث والأولويات الخاصة بالبلدان كما تطرقنا إلى الجهوزية وكذلك كذلك الفترات الانتقالية وكان علينا أن نتناول مقاربة لتحديد أطر نتناول فيها عدد من التسويات التي تتكيف وواقع كل بلد كما أعنينا بالرقمنا وبعدد من المواضيع الساعة الأخرى فهذا الاجتماع العالمي لا ينحصر بطاقمنا المعني باللوجستية والاعتبارات اللوجستية بل هذا ما يطال أيضا شراء كأن أكان ذلك من المنظمات أو حتى على المستويات القطرية وطبعا طبعا ينبغي أن نحينا بهذه الأمور من شركائنا الذين سوف يفيدون إلى روما ونحن لم نكن قد تطرقنا إلى هذه المواضيع قبل ذلك على المستوى المقر وهناك هناك حركة جذرية تحملنا إلى استخدام الاعتبارات اللوجستية بصورة استراتيجية فنتحسس ما هي الاحتياجات الميدانية فنرفع التحديات المشتركة غير المحصورة ببلد واحد ونتعامل مع المنظمات غير الحكومية أسوة بالأسرة الأممية وإلى ما إليه من فعليات كما كنا قد تحدثنا عن اللوجستيات الطبية فلننتقل الآن إلى الشريحة التالية ما الذي نقوم به حاليا بعد هذه الرحلة فنحن نعول على المواضيع التي تحورنا بصددها منذ شهر نوفمبر 2023 هذه المواضيع التي وضعت اللمسات الأخيرة عليها في شهر مايو من العام الفائت وارتكازا على ذلك ندرج هذه البيانات في الصياقات المحلية علما بأن التحديات تتباين بتباين المواقع المحلية ولذا فلابد لنا من تكيف ذلك ومنذ إثناء عشر شهرا قمنا بتنظيم هذا الاجتماع الاستراتيجي ومنذ إذ طرأت متغيرات لابد لنا من أخذها بالحسبان فنحين المسائل المطروحة مو وكبة للتغييرات الحاصلة بالواقع في آخر هذه الرحلة نتوقع نتوقع مجالا مجال التواصل يستمع كل من إلى الآخرين فيه وإن كافة التحديات والفرص التي نواجهها في البلدان بوسعنا مشاطرتها وبذلك سوف نتمكن من التعامل مع بعضنا البعض فنحن نتبادل وهناك فرص كثيرة وهناك أمور كثيرة هي تطرأ ولذا نتمنى مواصلة الطريق على شكل منصة تيسر هذه الأمور وفي آخر هذه الرحلة لا بد لنا من التحقق من أن المشاركين سوف يتمكنون من إطلاعنا على الحلول التي توصل إليها ما الذي يمكن استنساخه ما الذي يمكن إنفاذه فهناك شبكة موسعة تتحرك فيها الأعضاء وتتناوب فمن الأناس من ينتقلون من بلد إلى بلد آخر ولكننا نتمسك بمواطن قوانا ونحن كطاقم للمجموعة اللوجستية علينا التحقق من مقدرتنا على التكيف والتأقلم مع الأولويات التي بوابناها وذلك في إطار استراتيجية تنتهج لمدة معينة من خلال التحاور وبن خلال الاجتماعات الميدانية والاجتماعات الأخرى نحن نواصل التكيف مع الأولويات ف إن زملائنا الميدانيين سوف يطلعون على المستجدات الطريقة وإن مجموعتنا اللوجستية هي مثلة وهي كناية عن طاقم متعاضد ولا بد لنا من أن نحافظ على هذه الروح لتشاطر المعلومات وينبغي أن نقتنم الفرصة وهذا الاجتماع الهجين لمواصلة الطريق شكرا جزيلا لكم شكرا شكرا نحن بالواقع نترقب أو نتبين نتبين الشوط الذي اشتزناه فهناك خمسمائة مشارك انضموا إلينا بشأن التحديات والأفكار المطروحة فإن عدد من الشركاء هم الذين قد طرحوا فكرة الأخذ بما يدور في الميدان والآن سوف أنطلق إلى الشريحة التالية الخاصة باجتماعنا العائد إلى شهر نوفمبر 2023 علما بأن النهج المعتمد كان مماثلا وتعاملنا مع تسعة مئة مشارك حسنا حسنا سوف أتطرق إلى حصيلة الاجتماع السابق وكانت المناقشات الشبكية هامة للغاية بالإصغاء إلى الخبراء والجامعيين وإلى ما إليهم فإن المشاركين قد سلطوا الأضواء على الطرق والأولويات الآيلة إلى تلبية الاحتياجات اللوجستية ورفع التحديات وكد قد تناولنا التحديات السابقة والحالية والمستقبلية وهذا ما يموت بصلة بالنفاذ والاستدامة البيئوية والتعاون والدعم وكذلك أيضاً ما يموت بصلة بالتنصيق هو موابنا الأمور حسب الأولويات علماً بأننا تناولنا المسائل الأكثر الحاحن وهناك تحليل مبسط خاص بطائف من المواضيع وكان علينا أن نتوصل إلى تبويب لهذه التحديات فتبين ما هي التحديات التي تخترق الطائف ولا تنحصر ببلد واحد ومدى عن العوامل التي لا نتحكم بها أسوة بالاعتبارات الاعتبارات الاقتصادية وهناك أيضاً تغير في التنسيق وتشاطر المعلومات والتحديات في المستقبل تعني أنه علينا أن عزز تنسيقنا يعني نحن بحاجة إلى تنسيق أكبر بين المجموعات والخيرات أكبر لهذه المجموعات نظرنا في أهمية تشاطر المعلومات على المستوى الأقليمي وعلى مختلف المستويات من أجل تعزيز الاستجابة للخدمات اللوجيستية وهذا يعكس تعقيد الأزمة التي ذكرتها الزميلة سابقاً وهذا يصل تضوء على أهمية أن يكون لدينا مقاربات متكاملة أنتقل إلى الشريحة التالية ما الذي حدث في الجلسات الحضورية العام الماضي إن الشركاء أو المشاركين قد نظروا في مختلف الطرق لرفع التحديات حيث أننا نظرنا في مسألة التعاون والمناصرة والعمل مع القطع الخاص وغيرها من الشركاء كما قالت ماني حيث أن هناك الكثير من الطرق لتطرق هذه المسائل إنما لماذا اخترنا الفئات اخترنا التعاون ونحن نعرف جميعاً أن هذا التعاون هو أمر أساسي في الخدمات اللوجيسية لا يمكن لمنظمة وحدها أن تقدم كل الموارد وكل الغبرات أو أن توصل المساعدات بشكل فعال لوحدها المناصرة هو ما يمكن المنظمات ويمكننا نحن من أن نسعى إلى تغييرات في السياسات وإلى أن نؤمن التمويلات واللي أنا نتأكد من أن الخدمات اللوجيسية مقر ومعترف بها على المصابيات العليا وهذا قد يكون مهماً جداً يكون علينا أن نؤثر على الحكومات وقرارات المانحين التي تؤثر مباشرة في فعالية الخدمات اللوجيسية الإنسانية بالنسبة إلى القطاع الخاص هذا القطاع لديه الكثير من الخبرات اللوجيسية والموارد والتكنولوجيا وهذا يمكنه أن يحسن فعالية العمليات الإنسانية لذلك وضعناها كفئة وبنسبة إلى الفئات الأخرى هي المتعلقة بالتحديات والحجات التي لا تدخل ضمن هذه المجالات أنما يهم تطرق إليها النقاشات التي تطرقنا إليها العام الماضي قد حسنت الكثير من التدابير التي اعتمدت لكثير من البلدان واليوم سوف نسمع من مختلف الزملاء هنا حول النتائج التي تم تحقيقها أنتقل إلى شريحة تالية أبداً أرى إذا ما كانت سيسية على الخط معنا لتخبرنا أكثر عن بانكوك واجتماع الخدمات اللوجستية في بانكوك نعم نعم أنا معكم شكراً صباح الخير طابة ظهرتكم جميعاً من القاعة أنا فعلت المايكروفون لا تسمعونني نحن عبر خط الإنترنت نسمع سيسيليا إذن هل أتابع أم ننتظر الإجابة من القاعة نعم تفضلي سيسيليا شكراً إذن من نسبة إلى الاجتماع في بانكوك لقد تم تنظيمه من جانب الزملاء الذين هم في بانكوك يعني في المكتب الأقليمي في بانكوك وكان هناك حوالي 15 مشاركة وعقد الاجتماع على مدى يومين بالطبع لم يكن المشاركون جميعهم من طبال اليومين إذن كان هناك وكالات تنمية ومنظمة تغير حكومية وطنية ودولية ووكالات الأمم المتحدة وقد كان هناك دعم كبير من مكتب المدير العام الذي أيضا استضاف هذا الاجتماع وقد كان هذا علامة على التعاون الهام والانخراط من القاعدة وطوال اليومين وطوال النقاشات التي عقدت خلال اليومين حدد المشاركون وتناقش بشأن التحديات المحددة المحلية مثلا تقديم الخدمات في جنوب شرق آسيا عندما يكون هناك جزر عدة أو في الهاد يكون هناك نفس التحديات عندما يكون هناك جزر مختلفة حيث أن وسائل النقل قد تشكل تحديات بالغة أو بعض التحديات المحلية كمثلا النقل في ميانمار وعلى الحدود مع تايلند ولكن عموما التحديات عموما والتحدي الذي برزه بشكل كبير كان على مستوى التعاون والحاجة إلى أن يكون هناك منصة تبادل معلومات إقليمية ومعظم الشركاء في المنطقة يعملون في مختلف البلدان وفي الهاد وبالتالي فأن كل الشركاء الحاضرين فعلا رحبوا بواقع أنه من أجل أن يعطوا هذه الفرصة عليهم أن يلتقوا وأن يتعرفوا بعضهم إلى بعض وأن تكون بينهم منصة تمكنهم من أن يناقشوا التحديات الإقليمية وفي نهاية الاجتماع اتفق مع المشاركين على أنه يمكن لهؤلاء أو حسنا هؤلاء لا يمكنهم أن يلتزموا بأي تدبير ملموسة وأنما التوصية الأساسية كانت تقضي بالحفاظ على وطيرة هذه الاجتماعات وهذه المنصة وبناء شبكة على المستوى الإقليمية يعني بمثابة مجموعة عمل لاستباع الزخم ولتتبع الاجتماع العالمي للخدمات اللوجستية وبناء على مختلف التحديات يمكن إشراك المزيد من أصحاب المصلحة أو الأطراف المعنيين والاتفاق على أنه يمكن الإجماع حول بعض الأنشطة والتدابير الملموسة وبعد الاجتماع قامت مجموعة أو قامت فريق المجموعة اللوجستية بوضع دفتة شروط للمجموعة لأسيا والهادئ ومنذ الاجتماع الأخير يجتمع الفريق كل شهرين إذن هذه وطيرة الاجتماعات التي تم الاتفاق عليها وهناك منصة يعني مجموعة على الواتساب حيث يمكنهم أن يتبادلوا المعلومات والفرص يعني فرص التدريب مثلا أو معلومات حول فعاليات يمكنها أن تهم المجموعة اللوجستية في المنطقة إذن هم يتبادلون المعلومات على هذه المجموعة ويجتمعون بانتظام وبالتالي أن يكون هناك منصة تبادل المعلومات كان أمرا بالغ الأهمية وكانت التوصية الأساسية وهذا ما برز خلال الاجتماع وهذا ما تمكن الفريق من خلقه واستحداثه والاتفاق عليه خلال الاجتماع السابق حيث كان هناك إطلاق لهذه المجموعة ولهذه المنصة التي تتواجد الآن بكل فعالية ونشاط شكرا جزيلا سيسيليا هذا كان بالنسبة إلى الاجتماع بنكوك الخاص بالخدمات اللوجستية شكرا ويصرنا أن نسمع عن فريق عمل الخدمات اللوجستية في المنطقة والاجتماع كان رائعا والآن أعطي الكلمة إلى آيك التي كانت في فنزويلا وفي اجتماع الخدمات اللوجستية في فنزويلا العام الماضي آيك الكلمة لك شكرا ناتالي وشكرا للزملاء أنا أتحدث نيابة عن مجموعة الخدمات اللوجستية في فنزويلا بالطبع من المبكر أن نتشاطر الممارسات الجيدة ولكن أعتقد أن مناصقنا هو على الخط وإن فوت أي تفصيل من فضلك أضفه إذن كما قالت زميلة سيسيليا لقد تمكنت من أن أشارك في اجتماع الخدمات اللوجستية في كاركاس وكان اجتماعا منتجا جدا ومثمرا لأننا تمكن من أن نجعل اللوجستية أو استراتيجية العالمية تنسجم مع استراتيجية المحلية وكان لدينا نقاشات مفتوحة مع كل المنظمات الغير حكومية وأيضا كل الأشرك الآخرين ومن خلال النقاش الذي أعقد تمكن من أن نضيف بعض الموضوعات الإضافية وتمكن من أن نحدث خطة العمل متطبعة من خلال النقاشات التي عقدناها في اجتماع الخدمات اللوجستية كان هناك مناح نقص مثلا القطاع الخاص فقلنا أنه علينا أن نشرك القطاع الخاص وكان هذا مثمرا بشكل فجائي اللي أننا تمكن من أن نفعل عمل مختلف مجموعات العمل كان هناك حاجة لأن نخلق ممارسات جيدة حيث أننا تمكن من أن تشاطر مختلف الممارسات الجيدة بين الشركاء داخل فنزويلا وكنا قد ألهمنا من العروض التقديمية في الاجتماع العالمي للخدمات اللوجستية منها عرض التقديمي حول غزة وغيرها وتمكن من الاستفادة من هذه العروض لكان تشاطر الممارسات الجيدة كما أننا وفي الاجتماع ناقشنا مختلف الحاجات والثغرات الطارئة في فنزويلا وتمكننا من أن نصادق على تحليلنا وعلى تقريرنا وقال الشركاء نعم هذه هي الثغرات التي علينا أن نعمل عليها وهذا ما سيساعدنا على أن نقوم بتحديث مفهوم عملياتنا وبعد حوالي السنة شكلنا فريق عمل حيث أننا نتشاطر الممارسات والتحديات المتعلقة بالميدان وإلى ما هناك فإذا من خلال النقاشات توصلنا إلى الكثير من النتائج المثيرة للايتمام والمحصلات الهامة فإذا نعم كان نقاشا مفيدا جدا لجميع الشركاء على المستوى المحلي شكرا نتالي شكرا آياك وذكركم جميعا إن كان لديكم أي أسئلة لأي من المتحدثين يمكنكم أن تكتبوا السؤال في صندوق الدردشة وسوف يتسنى لنا الوقت للإجابة على هذه الأسئلة بعد العروض التقديمية وأعطي الكلمة إلى زميل الناجد من دمشق من سوريا حيث كان هناك اجتماع العام الماضي وسيكون هناك اجتماع هذه السنة أيضا ناجد هل أنت معنا نعم ناتالي أنا هنا هل تسمعينني إذن ناجد سيدة ناجد عفوا أنا لدي أيضا بعض الشركاء من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية ونكل كثير من الأشخاص على الخط وهم يعيشون في هذا الوضع الديناميكي وقد قرروا أن ينضموا إلينا في الاتصال لذلك أنا أمتنا لهم العام الماضي كان هناك جلسة حضورية وكان هناك الكثير من الصغرات والحاجات إنما سوف أذكر فقط أبرزها والنقاط الأبرز النقطة الأولى تتعلق بالتمويل وقد قررنا أن نتخطى هذا التحدي من خلال أمرين أولين المناصرة حيث أننا قررنا أن نتعاون أكثر مع المانحين لكي نعزز فهم وقع نقص التمويل وذلك بالنسبة إلى القطع اللوجستي وهذا يؤثر على كل العمليات الأخرى وأيضا كان من المهم لنا أن تشاطر المعلومات لذلك قمنا بتأسيس تقارير شهرية حول التكاليف الشحن والنقل حيث أن التكاليف قدرتفع 22% وحتى 60% كما أن الوقت ازداد من أسبوعين حتى الشهرين وأحيانا حتى أكثر لذلك قمنا بالمناصرة بشأن هذه الأثر وهناك صغرة أخرى وجهناها في سوريا تتعلق بالوقود حيث أن هناك نقص في الفيول في السوق المحلية وكما أن هناك نقص في وكالات القطاع الخاص المرخص لها في السوق المحلية لذلك حولنا أن نحل هذه المسألة من خلال التعاون لأن بعض وكالات الأمم المتحدة قد نجحت في أن تحصل على موافقات لاستيراد الفيول أو الوقود وكانت مستعدة لدعم شركاء آخرين وبالنمج الأقضاء العالمي أيضا كان من بين الوكالات التي أعطت موافقتها ووفقنا على تشارة المعلومات مع وكالات الأمم المتحدة إذن أذكر الأمم المتحدة لأنها حصلت على الموافقة من مختلف الأطراف حول كيفية الاستيراد والحصول على موافقة الاستيراد بنفسها وأحد الشركاء نجح في ذلك هذا العام لحسن الفضل ومن بين الثغرات أيضا كانت قاعدة البيانات المتعلقة بالموردين وقدرات الموردين أو المزويدين وحاولنا أن نتخذ هذا دبيل حيث أننا قمنا بتحديث تقييم قدرات سوريا اللوجيستية بحلول العام 2023 لذلك الشركاء مستعدون لكي يتشطروا معنا قائمة الموردين التي لديهم وتواصلنا مع القطاع الخاص وقد كمنا بجمع كل المسائل المتعلقة بالنقل وغيرها وتترقنا إليها كما كما أننا خصصنا بعض الأجزاء لتحدث عن القدرات مثلا بالنسبة إلى شركاء أو شركات النقل طلبنا منهم أن يحدد عدد الشاحنات وما قدراتها وما المناطق التي تعمل فيها وإلى ما هناك بالطبع ما زال طريق طويلا ولكن هذا ما نجحنا في فعله وهذا جزء من ما نجحنا في فعله العام الماضي هذا كل شيء من جانبنا شكرا شكرا جزيلا أشكر جميع الزملاء في سوريا الذين يواجهون أزمة كبيرة أنما يخصصنا الوقت للاجتماع وإرساء الاستراتيجيات والاجتماع إذن لتحدث بشأن التحديات والحاجات وتترق إليها يصرنا أن نسمع إلى هذه النتائج الرائعة منها الاجتماع الأخير ونتطلع إلى أن نسمع أكثر عن هذا الاجتماع والمحاصلات منه الشريحة التالية الزملاء من بوركينا فاسو أيضا عقدوا اجتماعا للخدمات اللوجيسية في بوركينا فاسو العام الماضي وسيعقدون اجتماعا آخر هذا العام إذن هل أنت معنا بس نعم الصباح الخير جميعا أنا على الخط معكم ومونية أيضا هي على الخط وسوف تتولى الجزء الأول وبعدها سوف أقدم تحتسات بنفسي في النهاية إذن مونية لا أعطيك الكلمة لا نسمع مونية إذا ما كانت قد تناولت الكلام لم تكن قد فعلت المايكروفون والآن أعتقد أنكم يمكنكم سمعها نعم صباح الخير جميعا كنت أقول أن اجتماع الخدمات اللوجيسية العام الماضي قد يسر الكثير من التبادلات القيمة وصلت ضوء على الكثير من النتائج فيما يتعلق بالحاجات اللوجيستية في بوركينا فاسو والتحديات في هذا الإطار وأبرز التحديات التي تم التطرق إليها كانت القيود على النفاز والوصول بسبب الوضع الأمني إضافة إلى تحدي التمويل لأنكم كما تعرفون فأن بوركينا فاسو معروفة بأنه لديها أكثر الأزمات المهملة حول العالم وبعد تحديد هذين التحديين يمكننا أن نذكر أيضا مسألة التحدي على مستوى قدرات النقل الجوي ونقص في أي وسائل مخصصة للنقل وتكيف مختلف الأراضي البادية والعمليات البادية بمعنى آخر فإن وسائل النقل الجوي أيضا هي غير مكيفة جيدا أحيانا الغبار قد يؤثر في الطائرات ولدينا أيضا تحديات تتعلق ببناء القدرات لمختلف الشركاء ولسلطات المحلية ويمكننا أن نتحدث عن قدرة التكيف الخدمات اللوجيسية والبناء التحتية وهي قدرة ناقصة لأنه بسبب الوضع الأمني فأن الطرقات تتأثر أشد التأثر بالمتفجرات وبالأمطار وبالظروف المناخية كما أننا تنقشنا بشأن قدرات التخزين في بعض المناطق حيث أن هناك بعض الشركاء الذين قد اكتشفوا أن قدرات التخزين هي ليست كافية على الإطلاق في المناطق التي يصعب الوصول إليها علينا علينا أن نحسن آليات الاستجابة السريعة للررم إضافة إلى مختلف أوجه التعاون بين الوكالات وتشاطر المعلومات تشاطر المعلومات هو تحدي كبير بالنسبة إلى بوركينا فاسو بدوره إذن هذه كانت الموضوعات التي ناقشناها العام الماضي وأعتقد أن هناك بعض التغييرات وبعض التحسينات بشأن هذه الحاجات وبشأن هذه التحديات لذلك سوف أترك الكلمة لبس لتتابع هذا العرض شكرا جزيلا شكرا منيرة بشكل سريع سوف استعرض تحديثا سريعا لما قالته منيرة إذن بالنسبة إلى المناطق التي أصعب الوصول إليها عددها يزداد ومجموعات عمل الوصول لحضرة الاجتماع العام الماضي وأتت بخبراء وبالتالي كان هدف ينايب من العام 2024 كما أنه كان هناك تمويل لطائرة في أيار مايو من العام 2024 والأيربوس 20 ما زالت قائمة أيضا وهذا لديه أثار كبيرة على تقديم الخدمات للشركاء وهناك الكثير من الجهود التي تبذل من أجل تحسين الطرقات منذ العام الماضي لدينا مناطق اثنين أو ثلاثة إضافية يمكن أن تحط فيها طائرات لدينا تعاون جيد مع مختلف الشركاء في مجال الموارد البشرية وطبية وكان هناك الكثير من التدريبات حول التخزين والمستودعات إذن كان هناك تدريبات أيضا بتعاون مع بنمج أغضية العالمي وغيرها من الوكالات وبفعل الوضع الأمني المجموعة لم تتمكن من أن تعيد التأهيل وتقوم بجهود إعادة التأهيل وخلال البعثة التي نقوم بها السلطات المحلية بذلت جهودا إنما لم تكن جهودا متمرة في هذا الإطار تم تيسير النقل الجوي وإدارة التخزين بالنسبة إلى الشركة بدعم من الأوتشاء والمقر الرئيسي وكان هناك الكثير من جهود المناصرة نريد أن نشكر سيسيليا وناتالي على هذا الدعم الكبير الذي تم تقديمه ونحن القطاع الوحيد في البلد الذي يمول بنسبة 81% والمجموعة الثانية هي مجموعة التغذية التي تحصل على تمويل بنسبة 45% كان هناك مقترحات لتقديم السلعة والمنتجات وبعض الشركة اعتمدوا هذه استراتيجية نحن نعمل على خسخصة قطاع النقل الجوي وتحسنت مسألة متشاطر البيانات وهذا ما خلقته المشموعات الفرعية كما أنه تم متشاطر المعلومات بحسب قواعد محددة يمكننا نعطيكم مثلا المعلومات حول المواكب والمبعوطين وغيرها بسبب بعض الأوضاع الأمنية لم نتمكن من أن نرسل بعض الرسائل ونتركها في بعض مجموعات الواتساب ما تفتح الرسالة تختفي ولكن مباشرة كنا نعرف ما يحدث بشأن المواكب وإذا ما كان الشخص مهتمان يمكنه الاتصال لنرى كيف يمكن أن نحول المسألة مع بنامج أغضاء العالمي ووتشا حتى نؤمن الشحنات وإذا تحسن بشأن تشاطر المعلومات بالنسبة إلى الأمن للفعالين في المجال الإنساني الوضع يتفاقم وبالنسبة إلى التواصل في المناطق التي يصعب الوصول إليها حسن الخدمات في المنطقة والأمور تتحسن على الميدان وبالطبع يجب المناصرة من أجل استمرارية هذه الخدمات في هذه المناطق وذلك من خلال مختلف الوحدات النقال إذا نطلب أن تختصري من فضلك نعم كانت هذه النقطة الأخيرة شكرا شكرا على تشاطر هذه المعلومات يبدو أن هناك الكثير من الشركات الذين ننضم إليكم خلال الاجتماع الأخير وأمل أن تستمر هذه المحادثات في تعزيز التعاون والدعم باتجاه الاتجابة في بوركينا فاسو وهناك سؤال قد طرح السؤال لسيسيليا وأعتقد أنها أجابت على السؤال كان سؤالا حول المقاربة الإقليمية في تايلند التي تتضمن تغطية جغرافية أوسع والسؤال هو إذا ما كنت قد فهمته جيدا هل قدمت لنا لمحة سريعة عن مختلف المناطق الموجودة في النطاق ومجموعة العمالة الجنسية هي لأسيا وهذه كانت الإجابة إذن للمنطقة برمتها إذن يمكنكم أن تضيفوا الأسئلة في صندوق الدردشة ونحن هنا للإجابة عليها ننتقل إلى الشريحة التالية عظيم إذن هذه كانت مجرد بعض الأفكار حول الاجتماع الأخير الذي عقد بعض النتائج التي حدثت في مختلف المناطق بالطبع لا يمكننا أن نعطيها الكلمة للجميع لذلك وإلا كان ليكون الاجتماع أطول بكثير مما خصصناه كوقت إله فإذن كان من الرائع نعقد هذه المحادثات أحيانا نعقد اجتماعات وننقش أمرا وإنما لا يكون هناك أي طريق للمذي قدما إمن ما هنا هناك طريق للمذي قدما ونحن نتفق على كل الخطوات التالية بالمذي قدما وبالنظر إلى اجتماعنا الآن الاجتماع حول الخدمات اللوجيستية ننتقل إلى الشريحة التالية إذن هذا ما يبدو عليه الاجتماع اليوم الأول هو يومنا الآن إذن الإطلاق على شبكة الانترنت لهذا الاجتماع اليوم الثاني سوف يكون الشماعات الحضورية في مختلف المناطق وفي أيام مختلفة ومثلما نعود في اليوم الثالث حيث سيكون هناك تأكيد على الانترنت للنتائج يعني أن كل بلد أو منطقة عقدة الاجتماع وأبرز النقاشات وأي أفكار أساسية قد تم التواصل إليها خلال الاجتماع الشريحة التالية من فضلكم بالنسبة إلى الاجتماع الحضوري سوف يتطرق إلى مواضيع الثلاثة أساسية لقد قللنا عدد المواضيع التي سيتم نقشتها في الاجتماع لأننا نكون جدا طموحين بشكل مفرد ويكون لدينا الكثير من الاجتماعات المثقلة بالمواضيع وبالتالي يصبح جدول الأعمال مسقلا جدا إذن المواضيع الأساسية لهذا الاجتماع الحضوري سوف تقضي بالنظر إلى مختلف الأحاجات والتحديات الاستراتيجية والأولويات إذن بالنسبة إلى الاجتماع الذي قام بذلك العام الماضي سوف يتم تطرق إلى هذه القائمة لا تأكد ما إذا كانت الحاجات وتحديات نفسها هل تغيرت الأولويات ما هي أبرز الأولويات وإلى ما هناك وبنسبة إلى من لم يعقد الاجتماع سوف يعود إلى هذه القائمة ليحدد كل الحاجات والتحديات ويدعها ضمن الأولوية لمعرفات ما الذي يمكن فعله من خلال التعاون والقطع الخاص والمناصرة من ثم سوف نتعمق أكثر في الموضوعات بعد الاجتماع الذي عقد في أيار مايو في روما نغصنا أكثر في مسائل المناصرة ومقارباتها وسوف نقوم بذلك أيضا ضمن البلدان فإذا سوف يكون هناك مناصرة جماعية للوجيستيات الإنسانية حيث سوف نوافق على أبرز أولويات المناصرة المشتركة ولنحدد ما الذي يجب أن يكون عليه أولوية ومن أي جهة وأخيرا سوف نختتم مع دور الجهوزية وهذه الجلسة هي مصاممة فعليا للاجتماع سويا مع مختلف المشاركين للنظر في أبرز الخطوات لنظر إذن في مسائل ومنهجيات الجهوزية على المساويات القطرية والإقليمية إما إذا كانت المجموعة اللوجيستية فاعلة أو لا إذن الهدف هو أن نرى كيف يمكن تعزيز جهوزية اللوجيستيات وتكيفها محليا لكي نبني حلولا مستدامة حول سلسل القيمة والتزويد إذن ننتقل إلى شريحة التالية إذن هذه هي المناطق الاثنى عشر التي ستعقد اجتماعات كما ترون نحن لدينا بوركينا فاسو والسوريا سمعتم من البلدين وأيضا جنوب السودان وفنزولا باربيدس وأثيوبيا ونيجيريا إذن وهذه هي التواريخ فإذن إذا ما كنتم في هذه البلدان وكنتم قادرين ربما إلى سفر إليها على سفر إليها يمكنكم التواصل مع منصق مجموعة العمل أو مختلف نقاط التركيز وهذه المعلومات متوفرة أيضا على صفحة الويب لديكم التواريخ الاجتماع ولديكم الأشخاص الذين ستتصلون بهم لأنهم بالطبع سيسرون باستقبالكم هناك الشريحة التالية وأخيرا لدينا مسألة التعزيز على الإنترنت حيث سوف نأتي بكل المعلومات من مختلف المناطق ونؤكد عليها لكي نصل تضع على أبرز النقاط وأبرز الدروس المستخلصة وسيكون هناك الكثير من الأفكار وننظمها في مجموعات مختلفة البعض منها نقاط إقليمية وبالطبع سيكون هناك فورق وقت وسيتثنى لنا أن نتناقش بالطبع الاجتماع على الإنترنت يتعلق بالاشتراك والانخراط لما منكم ينضم إلينا عبر الإنترنت نرحب بتعليقاته وبمختلف ما لديه ليقوله وحول ما سيتم تقديمه من عروضه هذا هو هدف الاجتماع الشريحة التالية من فضلكم وأخيرا نتطرق إلى الاعتبارات والنقاشات والآن نود أن نسمع منكم إن كان لديكم أي أسئلة أي أفكار حول ما نقشناها هل هناك أي مواضيع أخرى ربما لم نغطيها وأعتقد أن هناك الكثير من المواضيع إنما هل هناك مساءل طارئة تعتبرونها وعلينا أن نناقشها إذن نفتح المجال أمام مختلف المشاركين حاليا ترجمة نانسي قنقر لدينا طلبان للحديث أعتقد أن بإمكان المشاركين أن يفتحوا المايك مايكروفون صباح الخير أعساء الزملاء صباح الخير أو مساء الخير حسب المكان الذي تتواجدون فيه أشكركم لهذا الاجتماع المهم للغاية بالنسبة لنا والمتواجدون في المواقع المختلفة وأشكر الزملاء الذين قدموا العروض وتحدثوا عن المشاكل التي نواجهها نحن في الساحل نواجه نفس هذه المشاكل ونأمل أن يركز الحديث على هذه النقاط وعلى إيجاد حلول لها فهي في غاية الأهمية ومن الضروري أن ندرك جميعاً هذه الصعوبات والمشاكل وهناك واقع ترحى ومشاكل ترحت تشابه مع تلك التي نواجهها في منطقة الساحل وهي تمنعنا من الوصول إلى مناطق معينة أو الوصول إلى تلبية احتياجاتنا الأساسية ومن الضروري أن نجد الحلول التي تسمح بتخفيف هذه المشاكل نحن في المجر بعد كل ما وقع على المستوى السياسي ووجهنا إغلاق منتظم لكافة الحدود الجوية والأرضية ولا يمكن حتى للإحتياجات الأساسية أن تدخل إلينا ومن ضمنها طبعا الأدوية وهذا لذا من الضروري أن نجد الحلول السريعة لهذه المشاكل من خلال التدخلات الدولية التي تسمح بفتح الحدود بحيث نسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب من الضرورية أن نقوم بتحليل هذا الوضع شكرا جزيلا أعيد لكم الكلمة شكرا جزيلا وأشكرك لإطلاعنا على الوضع في النجر أعطي الكلمة إلى عليو صباح الخير أنا منصق للتوردات الإقليمية في دكار أشكر أشكركم لهذه العروض وأنتظر الجلسة التالية والتي سوف تعقد في الرابع من أكتوبر هنا في دكار نحن نشعر بأننا محظوظين للتنصيق أن المكتب الإقليمي يحاول أن يجمع بين المجموعات وقد ذهبنا إلى توجو وأماكن أخرى ولكن لم أرى أي تغييرات في الإقليم من الضروري أن ندعم المكاتب القطرية إن كانت في غرب إفريقيا أو في أماكن أخرى وأنا أتطلع فعلا لجلسة الرابع من أكتوبر لأتطرق لهذه الموضوع ولكن إذا كانت لديكم أي أفكار تسمح بالتعاون بشكل أفضل فيما بيننا أرجو أن تطرحونها بحيث نتمكن من مساعدة بعضنا البعض شكرا شكرا جزيلا وأتطلع إلى الاستماع إلى نتائج اجتماع ذكار لا أدري إذا كانت هناك طلبات للكلمة سيد لك الكلمة الصوت غير مسموع كان هناك من طلب الكلمة قبل علي لا تفضلي الصباح الخير مساء الخير للجميع اسمي سيس خابة السين وأنا من جنوب السودان ومسؤولة عن العمل السياستي لدي لدي فكرة أود أن أطرحها عليكم لقد طرحتهم العديد من النقاط ونحن نحاول تحسين التعاون فيما بيننا نحن طبعا نقوم بالكثير من العمل هنا ولكن نقطة وددت أن أطرحها هنا تتعلق بالمناصر لدينا حسب ما أراه لأن الجميع يعاني من مشاكل تمويل ولكن في بعض الأحيان فإن الشركاء الأمميين هل تسمعوني؟ تفضل كنت أقول أن معظم شركائنا الأمميين هم من الجهات المانحة وعندما الأمر يتعلق بالتكاليف اللوجستية فهم يتحلون بالصرامة ولا يتحلون بالمرونة بحيث نتمكن من الرفع التكاليف العملياتية لدينا ولئذ الرفع أيضا من المستويات اللوجستية هذا دون أخذ بعين الاعتبار بداء القدرات والبنى التحتية لذا فؤالي هو هل تفكر المجموعة اللوجستية بإضافة هذا العامل إلى اقترحاتها؟ أعتقد أن الجهات المانحة الأممية عليها أن تأخذ هذا بعين الاعتبار لأننا نواجه مشاكل في البنية التحتية وهذا طبعا يؤثر على الجميع وبعد ذلك نطلب من المجموعة اللوجستية أن تقدم لنا الدعم ولكن هذه المجموعة أيضا تعاني من شخ في التمويل آمل أنني تمكنت من توصيل الفكرة شكرا سيد على المستوى العالمي كما قلت نحن تتحدث عن المناصرة ولدينا مجموعة عمل للمناصرة وهي سوف تبدأ بالعمل على المستوى العالمي وهناك عدد من المواضيع التي تصل بالنسبة لما طرحته والتي سوف يتم نقاشها ونأمل أن يؤدي هذا إلى رسالة مشتركة لأكثر من 190 الشريك إذا كنا نستخدم جميعنا نفس اللغة والتعبير بإمكاننا أن نحصل على أقل قدر تواصل مشترك ورسالة مشتركة هذا على المستوى الجماعي ولكن في الأقطار هناك طبعا تحديات مختلفة تعتمد على السياقات المختلفة ولكن حيث لدينا مجموعة في قطاع معين بإمكاننا أن نعمل أيضا على المناصرة المشتركة وفي معظم الأحيان ما هو مفيد أعرف أن جنوب السودان متواجدين معنا لذا أطلب منهم أيضا أن يعبروا عن رأيهم البيانات والدلائل من مجموعتكم أرجو أن تطلعون عليها هذا من الممكن أن يكون تحدي في بعض الأحيان ولكن إذا كانت هناك أي أفكار حول هذا الموضوع أرجو أن تخدموها لنا هل هناك الزميلة معنا نعتذر لتأخيرنا طبعا من الضروري أن نتخطأ الحوار أو الحديث عن غياب التمويل وعدم تمكننا من القيام بأعمال معينة من الضروري ولكن لا أعتقد أنه من الممكن أن نتطرق إلى هذه الأمور هنا فهي عديدة ومختلفة من الضروري أن نضع الأولويات هناك العديد من التحديات ولكن سوف نجتمع غدا وسوف يسرنا أن نطلعكم على هذه الأمور بالتفصيل يسمح لي أن أضيف عندما تحدثنا سابقا عن الحوارات الصريحة والتطرق إلى التفاصيل فنحن نقوم بهذا مع الجهات المانحة فهم جزء من المجموعة اللوجستية ومن الضروري أن نقوم بهذا الحوار الصريح مع كافة أفراد هذا المجتمع ومن ضمنهم الجهات المانحة والشرح لهم من بإمكانها أن يقوم بأي عملية ولكن من الضروري أيضا أن نمنح الثقة لهذه الجهات المانحة أي أن نتحدث بصراحة بحيث نقوم بالتنصيق والاتفاق فيما بيننا شكرا آمل أن تكون هذه الردود قد أجابت على بعض من أسئلتكم جنوب السودان هم أول من يقوم باجتماع خضوري وسوف يعقد هذا الاجتماع يوم الغد أرى أن المجموعة من دمشق قد طلبت الكلمة أحييكم من دمشق أنا مولينا وأنا مسؤولة عن الأمور اللوجستية هل تسمعوني؟ سؤالي وتعليقي يتعلق بالنقطة السابقة لقد أرى أن هناك العديد من الزملاء الذين شاركوا من منظمات أخرى مثل ووربشن و آي سي كاريتاس و سيف تشيلجن إلى آخره وغيرها والنتائج التي حققناها أو نحاول تحقيقها وهذا أمر تعرفونه كيف بإمكاننا أن نجمل التحديات المختلفة لأن كل سياق يواجه تحديات مختلفة وكما ترون أن نحن لدينا خصائصنا كيف بإمكاننا أن نجمع بين التحديات المختلفة ومن ضمنها التحديات التي نواجه نحن مع الاختلافات لأنه في نهاية المضاف يجب أن نرى حلول جديرة بالاهتمام هناك العديد من المنظمات الغير حكومية الكبيرة التي اجتمعت هنا وأنا أثمن هذا ولكن سؤالي هو كيف بإمكاننا أن نواجه جماعيا التحديات المشتركة هل بإمكاننا أن نستمع إلى سؤال آخر قبل أن نجيب على سؤالك مساء الخير أنا أحمد برادام من يوني اف بي اي سوريا لدي تعليق كيف بإمكاننا أن نؤكد على أهمية الUNHRD والمجموعات وتعاونها مع المكاتب القطرية للأمم المتحدة نظرا لعقدات أمام النقل والوضع الراحل شكرا جزيلا لهذه الأسئلة سوف أجيب وماري بإمكانها أيضا أن تضيف ردودها شكرا لهذه الأسئلة كيف بإمكاننا أن نجمع بين هذه التحديات وأن نضمن أن كافة التحديات تواجه بقدر الإمكان قبل عام عندما بدأنا هذه العملية كان الأمر يتعلق بوضع هذه التحديات في سلات وكان لدينا أربعة مجموعات العام الماضي والعام هذا لدينا ثلاثة مجموعات طبعا لا يمكن أن نواجه هذه التحديات مرة واحدة ولكن وضعناها في ثلاثة مجموعات والنقاط المشتركة هي أكثر مما يمكن أن نعتقد في العديد من الأقاليم هناك مشاكل متشابهة والمنظمات بإمكانها أن تواجه مشاكل وتعتقد أنها لوحدها تواجه هذه المشاكل ولكن الأمر مختلف في الواقع لذا من الضروب أن نجمع بين التحديات وأن نرى ما هي النقاط المشتركة فيما بينها كيف نواجهها إذن لدينا خلية عالمية ونحن نعمل على عدة مستويات ونحاول الدفع ونواصل الدفع إسهامات المقرات للمنظمات الشريكة وهناك طبعا الخلايا الإقليمية التي تحاول مواجهة هذه التحديات على المستوى العام والعالمي الحوار في السنتين الماضيتين أدى إلى إيجاد مجموعة عمل صغيرة مكرسة لمواجهة هذه المشاكل وقد تم أيضا وضع مجموعة مناصرة تحاول أن تطرح رسائل مشتركة بحيث نتمكن من التأثير على العمليات صنع القرار في عدة مجالات بالإضافة إلى مجموعات العمل هذه لدينا عدة أسئلة ترح حتى حول المشتريات الشركاء سألوا حول كيفية الحصول على معلوات أكثر حول الموردون حول الموردين وكيف بإمكانهم أن يتطرق إلى شبكة الموردين المحلية هناك الزملاء الذين يعملون بشكل ممتاز في هذا المجال ويحاول الجمع بين المنظمات على المستوى المحلي لإيجاد حلول لهذه المسائل لقد رأينا بعض النتائج وبالنسبة للاستعداد هناك العديد من الأمور التي تمت وبهذا رأيتم المقاربة الإقليمية والتي تحدث عنها الزملاء وهي الجمع بين المنظمات المنفردة والتحديات المختلفة والنقاش على المستوى الإقليمية لأن هذه الشبكة على المستوى الإقليمية بإمكانها أن تفيد عملنا على مستوى المكاتب القطرية إذن العمل الذي تم هائل و وكل هذا يعتمد على التبادل في إطار الشبكة الشركة إذن توصيته علينا أن نواصل العمل على هذا المسار ونرى بعض النتائج في المكاتب القطرية وأعتقد أنه من الجيد أن نقوم في اليوم الأخير أن نتحدث عن النتائج الملموسة في أقطاركم وأقاليمكم والمنظمات المعنية شكرا أودت لم أسمع أسمع السؤال بعد بضعة بعد بضعة أيام ونحن نعمل معهم في مجال بعض المواضيع أولها هي المخزونات وهذا طبعا الحوار سوف يتم مع بقية المجموعات المعنية كيفية وضع الأولويات إلى آخره وقد عقدنا مثل هذا الحوار مع المنصق من خلال التحليل المخزون وما هي المواد المتواجدة والتي يحتاجونها من الممكن أن تكون معدات ووحدات للتخزين وحدات متحركة للتخزين ومعدات أخرى هذا العمل قائم وسوف نواصله وسوف أتأكد من أنه في اليوم الأخير أو من خلال الحوارات في السوريا سوف أتأكد من انضمام بعض الزملاء ماريهل بإمكانك أن تتحدث عن كيفية التطرق إلى التحديات المشتركة أو الشاملة في العمل مع المجموعة الإقليمية ومجموعات أخرى مشتركة عملت فيها فقد عملت مع خمسة منظمات غير حكومية مختلفة والآن أعمل في الماضي والآن أعمل مع برنامج الأغذية العالمية وبإمكاني أن أقول أننا نواجه نفس التحديات مع أن المسميات من الممكن أن تختلف ولكن 80% مما نتحدث عنه هو مشترك على مستوى التحديات من الممكن أن تكون هناك اختلافات بسيطة فيما بينها أو بعض الخصائص المختلفة لأن نتحدث عن الموارد الطبيعة طبعا هناك اختلافات ولكن معظم هذه التحديات مشتركة ومن خلال هذه الحوارات وجمع الأفكار من كافة أنحاء العالم بإمكاننا أن نصل إلى استنتاج أن المعديد مننا أو معظم التحديات التي نواجهها هي نفسها شكرا جزيلا آمل أن نواصل هذا الحوار سوف أستلم سوف أستمع إلى بضعة أسئلة هناك بعض الأسئلة من السودان وبإمكاننا أن نقدم لهم اسم الميسر لدي سؤال من السودان وهو السؤال كيف بإمكان المجموعة اللوجستية أن تساعد في بناء سلاسل إمداد أكثر قدرة على الصمود شكرا ناتالي آمن أن تسمعوني بوضوح سؤالي كما تفضلت كما تفضلت كيف بإمكان المجموعة اللوجستية أن تساعد الشركاء على بناء سلاسل إمداد أكثر قدرة على الصمود خصيصا بالنسبة للتمويل والتعاون اللوجستي وذلك في مناطق محددة مثل جنوب السودان شكرا من الممكن أن أطرح الرأي يؤدي إلى اختلاف في الأراء ولكن أعتقد أن سلاسل الإمداد المستدامة والتي لديها قدرة على الصمود تبدأ بالقطاع الخاص وهذا ما علينا دعمه قدر الإمكان ولا أقول هذا لكي أقول أنه لا يمكن أن ندعم المنظمات الإنسانية ولكن الأولوية يجب أن تكون أن المنظمات في المناطق التي نعمل بها هي قادرة على الصمود ومرينة ومستدامة لكي أن نتمكن من ترك هذه الأقطار وعلينا أن نضمن أن الحكومات وجهات معنية بإمكانها أن تأخذ مكاننا وأن تواصل العمل ونحن بإمكاننا أن نخرج من هذه الأماكن عندما يتمكن القطاع الخاص من العمل فيها هذا لا يعني أننا يمكن أن ندعم المنظمات ولكن من الضروري أن نضمن كون النظم المحلية مستدام وقدر على الصمود هذه هي النقطة الأولى النقطة الثانية وهذا من الأمور التي شاهدناها في السنوات الماضية وتطرقنا إليها في العديد من السياقات عندما تكون المسؤولية الكاملة لمساعدة كافة الشركاء من خلال الناصرة مسؤولية مسؤوليتنا بحيث نضمن أن الجهات المانحة والحكومات التي نعمل معها تفهم العمل وكيفية القيام بهذا العمل ومستوى الأداء فمن الضروري أن تكون هناك موارد تسبح بالعمل وهذا طبعا يعتمد على المناصرة ولحد ما الحوار الصريح مع الجهات المانحة وإيجاد التمويل وإمكانية الحوار بشكل صريح والقول نحن بحاجة لهذا لكي نتتمكن من العمل ولكن هناك أيضا مسؤولية في إطار المنظمة لضمان أن الحصول على التمويل قد تم وبعد هذا وهناك كان هناك تعقيب قبل قليل من سوريا حسب اعتقادي تقول المتكلمة حول إن كان علينا إن كانت مسؤوليتنا أن نجمع الأموال للآخرين وأن لا يكون هناك مثلا تمويل مزدوج وفي هذا الصدد أود أن أسأل الشركاء كيف يتم هذا على المستوى القطري عادة يتم هذا الحوار على المستوى العالمي ولكن الأمر ليس بالواضح على المستوى القطري الأمم المتحدة هم شركاء وجهات مانحة في نفس الوقت ولدينا اتفاقيات مع البنك الدولي أو الحكومات أو الوكالات الأممية وأيضا تلجأون إلى جهات أخرى بطلب من التمويل ومن الممكن أيضا تستخدم الخدمات العامة المقدمة إما من خلال المجموعة أو من خلال منظمات أخرى فالأمور تختلط في هذه الحالة وأود أن أقول أنه لدينا مسؤولية فردية كمنظمة لكي نقول بصراحة هذا ما أحتجه من الأمم المتحدة هذه هي متطلباتي بحيث نتمكن من مواصلة بناء الثقة وأن نقوم بوضع الخطط الاستجابة الإنسانية وفعلا نضع الاحتياجات وهي كبيرة ونقول بصراحة نحن ليس لدينا القدرة لتلبيتها وكلما وصلنا على بناء الثقة كلما حصلنا على موارد أكثر للاستجابة لبعض التحديات التي نواجهها شكرا أميلي أعمل أن يكون هذا الرد وافي ولكن أنا متأكدة أنكم سوف تواصل الحوار يوم الغد وأيضا في السادس من نوفمبر إذن سوف أقوم بالتلخيص وبعد ذلك أعطي الكلمة للزميلة للتعقبات الأخيرة في التشات بوكس مربع الدردشة سوف ترون الجدول الزمني لكافة الاجتماعات والشهة التي بإمكانكم أن تتواصلوا معها للمشاركة في الاجتماعات كما أن هناك إمكانية لطرح الأسئلة حول الاجتماعات وإذا كانت لديكم أية أسئلة أخرى أو تعقبات أرجو أن ترسلوها إلينا سوف نقدم لكم الإيميل الآن في التشات بوكس مربع الدردشة أو من خلال منصق المجموعة في بلادكم الآن أعطي الكلمة لماري للملاحظات الاختتامية سوف أقتدب أنا فعلا أشعر بال إثارة لما سوف يحدث خلال السبع الثالثة القادمة في الأقليم المختلفة حيث سوف نتحدث عن الموضوع المهم بالنسبة لنا جميعا وأتمنى لكم الحوار المثمر والممتاز شكرا أنا فعلا سعيدة أدعوكم للمشاركة وأن تتحدثوا بصراحة وأن تضعوا أوراقكم أمامنا بحيث نتمكن من إجياد الحلول يسرني أن أرى أن هناك عدد كبير من الزملاء متواجدون وأيضا هم منتمون إلى منظمات مختلفة فيما بينه وهذا بالنسبة لي سوف يكون الأساس الذي سوف ينجح التبادلات فيما بيننا والتبادلات التي وقعت في السنة الماضية لنواصل هذا لنواصل تحدي أنفسنا وبعضنا البعض ولنضمن أن نكشف أوراقنا بحيث نتمكن من وضع الأولويات والتركيز على المسائل المشتركة التي علينا أن نواجهها ولكن من الضروري أن نقوم بهذه الحوارات وأن نطرح أفكارنا والتحديات والأفكار المبتكرة وهذا سوف يؤدي للنتائج المرغوب بها أشكركم وأتمنى لكم لقاءات مثبرة بهذا نختم هذا الاجتماع وأتطلع لالاجتماع بكم في بعض المواقع وأن نجتمع مرة أخرى في السادس من نوفمبر شكرا ترجمة نانسي قنقر